بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم تحكي لنا سجلات التاريخ وأدبيات الزمان أن الضعف هو دعوة صريحة للعدوان وأن القوة المستندة إلى الحق والعدل هي الضمان الوحيد لتحقيق السلام وقد خاضت مصر معركتها الخالدة في أكتوبر 73 لاستعادة أرضها السليبة تلك الحرب المجيدة التي أثبتت أن حقوق الشعوب لا يمكن أبداً أن تسقط بالتقاضم فكان انتصارنا مدوياً ثم شرعنا في تحقيق السلام الذي اعتبرناه خيارنا الاستراتيجي إيماناً منا بأحقية الشعوب في العيش بأمن وأمان لكن هذا المنح الذي سلكناه لا يمكن أن يقف عائقاً أمام تعظيم قدراتنا وترسيخ عقيدة انتباهنا واليوم ومن أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني من الفرقة الرابعة المدرعة جئنا هنا كي نكون شهوداً على استعداد رجالها العالي وانضباطهم الذاتي وروحهم المعنوية التي تكاد تصل إلى عنان السماء وهم يصطفون الآن في عزة وشموخ متأهبين ومستعدين لتلبية نداء الوطن متى تطلبت الضرورة ذلك